لا شك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي أن المدنية ألقت بضلالها على كل أضماط الحياة وعلى كل تصرفات البشر هذا أمر لا شك فيه على كل الناس وبعدين وهل شقيت بها وشقية بها العالم ولا ما شقاش قطعا شقية بها انت بس خلاص ولكني أريد أن أسأل فضيلتك عن الزواج في هذه الأيام كل الناس بتنحرف عن المنهج مش حج على المنهج بتنصرف عنه ليه لأنه الولد عايز يتجوز ويجيب بيت عصري وهو لسه حتى ما توظفش عايز يجيب بيت ايه وعايز يجيب له عربية مش عارف المن هو حينيل ايه بيت عمه ويعمل ايه يبقى المباني يقود قد كده وعايز صالون الخامس ولا هو مش عارف ايه ويقسم الصالون ثلاث تقسام يحط بكل عدة بكل عدة ويعمل احسن قوضة عنده في الشقة يعملها للجلوس قال يعني انه مستقبلات يعمل الجلوس ويعمل له قوضة صفلة وهو حاكل على الطابلية ما تجيب جلون الناس وتدهل الله طب ما رأيك فضيلة الشيخ في الزواج الذي يتم على طريق الحب وتعارف الفتى والفتاة تعارفهم ولا تعارفهم تعارف وتتغارف يغربوا بعض ولا يعربوا بعض لا يعربوا بعض ما دا عايزين يجربوا بعض الاول نعم ولو ان العلاقة كانت علاقة يرضى عنها الله ما فيش كلام علاقة بينها يبقى يقول هو مواعب غير عقل ما يرضاهاش الله ما فيش حاجة من جهة مش ممكن المحادثات التليفونية بين هذا هو امر مهيك نعم نحن انت لك ان تراها مع محارمها مرة عشان تبقى فكر عن شكله وانتهت المسألة بس وليس له اكثر من ذلك والحمد لله طب دا كل ما تقول فتوته خبه تتفسخ ليه لانه خلاص ياخد حظه من الله نعم انتهت خلاص نعم 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 estamos